كين واحد شبه الرجال اللي قدروا نفني ومعاهم عمرنا وفي الأخير حقيقتهم كتبان في مواقف اللي هي عسيرة أنا بالنسبة لي وخر الأمر ومؤلم لكن هي إشارة زوينة من عد رب العالمين باللي أنا هاد الشخص ما تصلحيش أنا كتكوني معا عائلة لأنه عمر ما غدي يكون لا صلح ليك ولا حتى وليداتكم مستقبلين حكايتنا الليلة من هاد القبيل اللي فهمونا ما فرقوهاش دموعها طول الأحداث اللي كانت كتشارك معايا أبقوا بشان يكون تستفدوا من عبرة الليلة سلام سلام مرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلام عليكم أن تكونوا بخير وعلى خير أموركم هاني وأحوالكم طيبة المؤنسة دي لكم عادت معكم من جديد ككل موعد ستشوفوني مرة كان غبر عليكم بوجهة مرة كانبان على حسب الأحوال ديالي المراضية المرضيالي إن شاء الله يجي الوقت اللي غدي نقول لكم شنوه ولكن المهم غير صبروا معايا كيف تنقول لكم دائما اللي تهم ماشي هو الصورة ولكن الحكاية والعبرة منها فاخير ما نتعطاش عليكم أكثر لا تنسوش أنكم تخطو على زر الإعجاب كهدية ليا وأنكم تخليوا لي شيء تعليق سوين كيشبهكم ونقول لكم بسم الله يلا لنبدأ اسمتي مونا وأنا تنحكي لكم هذا القصة في عمره 120 سنة في عام 2017 وانا كنت تنقرأ كانت يقرأ معي واحد الصديق اللي كنت كنحس به بلي أنه شو يتيمي لليا وانا ما كان عندي به حتى شي اهتمام لأنه كان قدي في السن ويلا تنقرأه فما كنش كنشوف فيه شي واحد اللي قدر نكمل مع حياتي شاءت الأقدار وسلينا عامين تاعت كوين اللي كنا كان ذيروه أنا في عامي الثاني عودته لأنني مدفوقش فيه وهو نجح وتوضف وخداد ديبلوم ديالو في نفس الوقت لكن العام اللي قبل ما يخدم غادي هضر معايا وغادي يقول لي يا مونا عفا كعطاني فورصة حسيت بيه باللي أنه بغاني وقبلت مادم أنه حتى أنا وليت كان بدله نفس المشاعر نوعا ما بقينا عام مع بعضياتنا كنت بغوا بزاف وما كنش في حال ذو كليكوب اللي اخرين وما كانش في حالو ماديا كنت بعض المرات كنخلص عليه الطوبيس وما كانش عندي مشكيل ما كانش مابينتنا الحسابات بالعكس كنت أنا كان وقف معاه وحتى هوك يوقف معايا دوزنا العام بجموعين حتى سالة هو ونجح وخدم غادي يخدم ذاك الصيف اللي توضف فيه ومشى المدينة واحدة أخرى وليسوء حظه أنهم ما قدرواش يخلصوه في الشهورات اللولين قلصوه ربع شهور عدز لي الصالير جاكوفيد والتحبس هو تماما وأنا التحبس في المدينة فين كنت كنت كنعيش هو وعدني غير أنه يبدأ يدوز لي الصالير ليلو غادي يجي لدارنا ويخطبني سالة الحجر وخا كانت باقى مازال مزيرة القراية كل شي كان غادي مزيان ولينا شوية كانت لقاوه لكن الحاجة اللي ما كنش كنحس بها هي هاديك أنه كنت بتلالية كنت يقولي غير غادي نخدم غادي نعوض لك على قاع هاد الشي لأنه فعلا في يمات القراية كنت كنحيد لرأسي وكنعطيه وكنت كنت منها حتى هو أنه نهار يسهل علي مولانا يبدأ يجي بيها في الهدايا ويفرحني بلا ما نقولها له لكن النهار بدأوا يدخلوا الصرف ولا زقرهم الجلدة وكانوا توقعوا مشاكل ما بيناتنا على هاد القاضية يعني ما تقولي انت فارقوا على هاد تقريم ديالك حتش فعلا كان هذا هو المشكل الوحيد اللي كان بيناتنا من بعد كنت كنت نرجع معه بحيلة ما كينوالو بقينا بحلاكاك جرين حتى جاءوا وخطبوني جاءت الأم ديالو واخته وعمته شافوني ومعدرنا باش انه هم يجيوا الرجال في واحد النهار الفلاني حتى غادي صدق جداه جاتها سكرات الموت عيط لنا وقال لنا اسمحوا لينا را ما غاديش نقدروا نجيو احتاضر ذاك النهار اللي كانوا جايين فيه كنا موجدين كل شي جاتنا قاسحة ولكن قلنا فيها خير عاود غادي عيط ليا وقال لي را ما غاديش نحش مكامونا مع عداركم غادي نجي انا وبابا مبعد فا جداه ولات مزيدان ذاك العشية لحقت عليهم امو ومرتخالوا جاءوا وقلتنا واحد من الساعة تفاهموا وتتعارفوا بابا وفق عليه دريلقي ودريف وقاري وخدام وما فيه حتى شيعيب مشاوف حالهم يومين بعد الخطوبة ماتت جداته سالات القنادة شهر من بعد داروا باش انهم يجيوا نديروا الخطوبة رسمية ولكن هنا جداتي جاهة عوثاني هي الكوفيد وتوفات وتأجلت مرة اخرى الخطوبة لثلت شهر من بعد داست وجاءوا ودرنا الخطوبة اللي كانت زوينة كنا فرحانين والفرحة كانت في عيني حيث فعلا كانت يبغينيه بزاف ولكن غادي يقول لي غادي يصبري معي عامين حتى الالفين واثنين وعشرين بيدما نجمع الفلوس ونقدر الأمور ديالنا باش اننا نجمعه خاسكم تعرفوا بللي انهو من اللي يخدم امو وموقفاليه في الحلق خاسك ترجع حدايا وانا ما انقضرش على البعد ديالك وانا وانا كانت كتضغط عليه بزاف من هاد الناحية ديال بغيتك ترجع وهو نفس الحاجة كان المرض بهاد الفكرة ديال انهو خاسه يرجع حدا ما امتو تكرفص باش انهو يجمع الفلوس على وديت العرس وبدو كيضغط عليه خاسنا الدار ارى دارنا صغيرة واذا تزوجتي فين غادي تسكنت او مراتك ضغط عليه باش بنالدارهم واحد الفوق وزدنا طوالنا في المدة باش نديروا العرس ما عليش صبرت معاه وماشي مشكل تخيلوا واخدام كي تخلص بسبعة لفدرهم والصرف وكانت يجي ديمان بهذه النفس اللبسة باش كنت تقرأ هو بقيك اللبسة في الميلاده كنت 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 كنكسي من الفوق الى تحت وانا ما اخدام موالو كانت صغير في دارنا تانجول ما عليش كان بغيه وورا ما تيجي بلي موالو ريحة يتالي اذا كان جاي من المدينة الهنا ستمية وخمسين كيلومتر ديال البوعد ما كان يجي بوالو كان يجي تقريبا وكاند اه وكاند الله كان يجي ماشي علاق بلي ولكن اعلاق بالماما اللي كانت كسبكي عليه بولدي ولدي لان اصلا انا الوليد ديالي صاري من ناحية الخروج داز هاد الشي كامل وكنت كل مرة كنت تفرقوا على التقريم والتجاهل وعدم الاهتمام انا هاد الشي ما كنتش فيقا به كان غير كيضرني في خاطري وكان في باليب لان انا وانا وهاد السيدراء كنت تجمعنا شي حاجاتي المعقول ذاك شي باش كنت كنعطي الفرص وهو فاش تقولي انتفرقوا ما كيتتصدمش لانا اولفني معا بها الطريقة فقوة الاعصاب وبلي ما قدرش نخليه كانت تسامحوا وعوتاني من اول وجديد وكايراديني بدوش كلمات وتنجروا عادي جال الوقت فاش تطلب مني ان انا ندير العقد وانا انا ذاك كان عندي مشكلة تكييس الموض حيدوني مع الوليد من لاسان اساس ديالو فما كنت لك نخدمه لكن قرار الاولو هو قل لي عفتشنو غادي ندير المونة غادي ندير وغادي ندخلك معي فلاسان اساس باش انا كيتمشي للطبيب وتبدي في رحلة العلاج ديالك باش يبدو يغنبوخ سوك في ذاك الشي اللي غادي تتخذي من الدواء فاقلت صافي يا كغيرسة شهر قبل العرس ماشي مشكل غادي نديرو داك العقد جاب لي يا صداقي وبغينا نديرو العقد ناقشنا وما درناش من بعد هابتل تشهور ماشي نادرنا كان معانا بابا دوزنا نهار زوين فرحانين وناشطين علما انه هاد عمالي دا اسم الخطوبة العقد كانوا تقريبا كل اسبوع عائلتهم عروضين لارنا بالهمة ديالهم وكان فرحوا بيهم عمرنا ما قلنا شي حاجة ولكن هما عمرهم ما عرضونا ولا كبروا بنا ولم مهدتني حتى فلر ولا ريحة مع العلم انا ديما كنت ناخد لها لا هي ولا اخته ولا بباه انا حسبتهم عائلتي ولكن هما ما كانوش بغييني كنت غير كنت ندير لهم الخط درنا العقد وقلت له واش ما غاديش تعرضها لعائلتي قل يلا ما عليش في نديرهم ودرنا صغيرة ما ننسوش بلليو انه وفاش مو كانت كتزنزن عليه ابنا والفوق في درهم اللي كبرات وانحنا تناسبنا يعني صافي شي عارف الظروف انت على اخر ماشي مشكل البلطة ولا حتى الفرش المهم اننا نجمعو وانضحكو ونحسبيوهم باللي انهم فرحانين بيا حيث اشتاءنا بنت عائلة متوسطة ولكن مستورين دابزنا وتنقرنا ما بوتيش تكبر بي احدى عائلتي احدى وليدية قالوا سنجيب لكم المكلو طيبوا في داركم ونجيبوا قالوا لا انتو مالخصكم تعرضونا وراديكم في علمك غير باش نقول لك باللي انا واخصكم تعرضو على وليدية اراني قلت ما القيمة ديالي حتى قلتها حيش حنا ما بيناتناش ويمكن ماشي العادة ديالكم ولكن احنا هادش اللي عندنا خصو يدار مشاقرها لدارهم ولا يمكن انضغط على امو وغادي عيطي وقالي اجيو نهار الفلاني مشيت انا وبابا وماما فعلا تخيلوا الناس عارضيكم من دارهم امو ما شفتش حتى فيها ولا في بابا ولا حتى قلست اصلا معنا تخيلوا عندكم الضياف في الدار وكتحطوا المكلة وكتمشيوا الكوزينة كتحزوا الممان وكتغسلوهم وحنا عندكم في الدار معذتونا لا صوابنا ما قلستو معنا لأولو حسيت البيقارة وبابا اللي راجل بقى فيه الحال حس بهذا الامر قلت لي مكني لهم ديرين بحل هكا كبابا ميكنا بحل ما كينوالو جاء رمضان 15 اليوم فيه الثانية بابا بدكي عياء علما انه مكانش مريض كان صحيح وواقف بدتي حسب العياء وجهت الكحة خيبة كان كيدوز الليل كله قلس كيكح مشى الطبيب وقدر لي الراديو وفحصو ومرقع عنده والو اعطا الدواء سالة رمضان عيدنا ومشى يرجع يشوف الطبيب ديالو فاذا به كان تفاجئو باللي انه عنده سرطان وانساشر لي في الجسم كامل كان صدمة كبيرة علينا تصدم بابا وما بقى شي يأكل بدنا نجريه من طبيب الطبيب وحالته غادة وكتدهور وحنا حددنا نهار ديال العرس هذا شي كان وقع شهرين قبل التاريخ بقينا نجريه به بدل حساس ديالشيميو وانا ذاك ما كناش عارفين معلومة اكثر على هذا المرض الاوه ما كانش خاصه يبدأ هذه الساعة لكننا في طبيب مهم مش البشر الزوج حساس بالطبط بابا غادي تحفي الفراش وما بقىش قدينوض ولينا كندير لليكوش هنا قررنا باش انه العرس ما يبقاش في الاول قررنا باش اننا نغير التاريخ ولكن قلنا من الاحسن صافي ما نديروش لانه الحالة ديالبابا ما بقىش كتب الشر بالخير واحد من نهار راجلي عقدت معاه قليا غادي نمشي انا وعائلتي البحر واش مشي معنات بتليش شوي لجو مشيت فعلا او ماما ادونيش باش انا نبدل لجو ولكن ادوني باش انهم يضروا بي كاملين ويقنعوني باش ندير العرس في التاريخ اللي كنا حددنا حيث شقا عائلتهم اللي على برام قطعين الوراق باش انهم يجووا في ذاك تاريخ ديال العرس وانا كنت امكي وسط منهم وانا تقولوا مره هادك بابا اللي في الفراش انتاع الموت ماشي شي حد لي وبراني الا باباك ما غاديش يموت فرحي وكملي في عرسك انا مقدرتش ورجعت تانبكي رجعني وانا مقهورة مغبونة مسحت دموعي ودخلت لدارنا بحيلة ما كينوالو ذاك النهار كالحد اثنين ثلاث غادي توفى بابا الحبيب مع الشوشتيا الصباح مشاليا السنة جالي مشاليا ظهري تخيلوا فهذا الازمة كل شي لاحظ باللي انه تاصيلته تاصيلت الزوج جالي من بدلة وما عاجبه مش الحال وصلنا النهار اللي كان في المفروض انه يكون عندي فيه العرس نوض معي المشاكل قلت لي هاولد الناس الى ما عاجبكش الحال اللي عدولي يلاقونا يفارقونا نتنتبدي تكتغوت في داركم وضحتي هو كان يقول لي بلي انه فيه مراد الصراع وره مره 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 يطيح لكن عمرني مش فتوق عليه ذاك الامر ولكن مره 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 ونساعد ونساعده ونساعده لطبيب اللي قال لي مره سبابه الأعصاب وقال لي هاولا حساب ما يتعوده حيضوا لي التليفون تخيلوا رجل في القلدة دياله حيضوا لي دارهم التليفون وقالوا لي هاد الانسانة ماشي ديال انها تكمل معي حياتك لغد لي خطوصي اصفتات لي مره مره قلت له راحنا كامل المراد وش عرفتي بعده مره 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 اخوة لا تكتب عليكم اخوتي قلت له قلت له راح اخوك المردني وعياني وما ديش بحسب بابا اللي يتفنته وقلت له اي حاجة كانت توقع مابنتنا في النقاشات ومعا هو كانت يقول لي اي حاجة بسبب المشاكل اللي كانوا واقعين ما بين والدي في الصغر قلت له راح اعمره ما كان مره بسبابي فاش كانت عنده حداش العام ما كنش انا اصلا تنعرفه كان عنده هو هاد المرض بسبب مكوبك فما كيلاش تحصلو في انا اللي ما بيديتها شي حاجة ستلاح حاجة واحدة اخرى اللي انضمت عليها ولكن صراحة انشي حد في بلاستي ما زال ما كملش عليه عشرين يوم على المدير باباه وفوق منه جاءت الوقت اللي عارسه اللي في المفروض انه يكون فرحان كيعيش عيزة وعامين دي الصبر والتوجاد فطبيعي غدا نقول اي حاجة على خاطري وخاصه ميرا عيوليه لانه محتر محتشي حاجة وقلت لها اخوك يخرج كي يخدم امك غدا لزنقه بحال الشي هبيله كتبكي عليه هي اللي مرضته وكانت كاتسافته مغبون للخدمة وفرضت عليها انه يرجع حداها هذا هو السبب اللي خلاه انه يجي هادلي كخيز اما انا ما عندي حتى شي علاقة بهدش اللي وقع لاخوك سباتني وقعت لي اللي نطولوه نقصرها مونة اللي عدولي ركت عرفيه سيرت للقي راسك وقتعت لي من كذبش عليكم بحالي موسود بحني فاو نمرته وبقت انا هنا كنت طير وكننزل ثلث ايام من بعد كان عرف باللي انه كان عندهم معرس وحد اخر في عائلتهم اللي يمشى هو العرس وكاريته موبيل ومحسان ومأنتك وما مجبد مواله على ذاك شلي كانوا تعودوا فرسقت الخبار ما نكذبش عليكم جعرت كيفاش انا مخليني في هذا الوقت اللي انا محتاجة اكثر من اي حاجة ومقهورة ومازا ما كمل حتى شهر على بابا وهو غدي معرس وقاطع لي التليفون تخيلوا معايا غدي نعيط على موف التليفون تان رغبة وكان بكي وتان قولي اعليش محيدي لي التليفون تقولي سريع تساع سريع تساع لولدي انتي الفعلة ويات تاركة تخيلوا وصلت بي الدرجة نقوليها رحميني يا خالتي رحميني راني مزوجة فيك راني غير مغبونة بغيت ليش الدبيت ديها وتان بكي الدموع بقى غاد دمي تقولي ما غديش نرحمك وكان سمعون تضحكوا وكاد قوليها قطعي قطعي على المدلولة فعلا كنا نرجع بي الزمن فعلا كنا نرحمك ولكن في ذاك الوقت ما كنا نعرف شنو تاندير غير كان طلبه وكان بكي بواحد الحرقة والعافية اللي كانت شعلا في الداخل قطعو عليها ومهنانيش خاطري ومشي دقيت على جارنا اللي كان واحد الرجل الكبير وقلت لي هش تقدر فلان تمشي معايا ومع عندي حتى شي حد في كتافي اديتوا معايا وابديت كان طلبهم تعرض لي ابا في الباب منتع الدار والجيران تيشوفه وانا تنقول لي ايه قلت لي اراه فلان مريض انا جيت نشوفه انا بغيته هو يقول لي ايه ما تليتش بغيتك كان طلبه كان اغرب وهو تيجر علي وكل شي تيشوف وبقيت نطلب فمه وحلت لي الباب ودخلتني سدت الباب في وجه الناس اللي يجعوا معايا ودخلت وطحت لها على رجلها وابديت نقول لها اسمحي لي اخالتي العار ايه قلت لي اراه مريضي واخلي وانا غير نشوفه دخلت وقيته مجبد فوق الناموسية مغطينه وما قادر يحل عينيه ما عشو كان يشربه شيدوه ولا بالعاني كانت هذيك غير تمثيلية داروها عليا شديت لي فدي وقيت لي واش مبقىشيش كاتبغيني واش بغيتنا نتفارقه واش انا هي اسباب المرض ديالك بقي شديت لي فدي ويزيرها ويقول لي غير سيري دابا انا غير سيري معايا تلي واخ غير شعل تليفون ديالك واخه دابا نهضر معك خرجت ومشيت من بعد عييت ما نطلبه ونرغب ونزاوك ووالو مرحمونيش قلت لي يا امو ما زال غادي تطوري في الزنقة كيف الهبيلة فعلا كلمت هبيلة كنت نسحقها في ذاك الوقت والله العظيم ما نكتب عليكم اذا ذاك الضغط واحد النهار خرشت للزنقة وشعري عريان وبلا صندلوتان غوط لربي اللي يخرقني في الزنقة غادي يحمقوني غادي يحمقوني كل شي شا في ذاك المنظر اللي عمرني في حياتي ما نساه دخلوا لني لدارنا وقلست حتى عييت وما بانش لي بلي انا وكين حل قلت لي هي الله نمشي وانا وياك نديروه طلق انتفاقي قبل البناء لان هنا ذاك ما زال موقع ما بيناتنا والو مشينا وتفارقنا هاد العام جا دخل المدينة احضموا وعيش فرحان مهني مع العائلة ديالو وانا بقي من قسش ذيك الصدمة وذيك الحجرة اللي عيشوني علما انه بابا فاشكنحي ما كانوش كي قدروا يهزو فينا حتى الراس وكان الاحترام ولكن النهار مات بابا حقروني وقهروني وبقى لدابا مقورة والإحساس اللي تنعيشو كل نهار ما كانت منال تاشي حد ذاك شيريد اسمنو صعيب بزاف انا بغيتكم غيت قولوليا كيفاش انا ننقذ هاد شي كله علما انه عامين وهاد الحكاية باجداز وحياتي وقفات من مراه لا خدمة لا زواج لا حتى حاجة من قسش النصيحة اللي نقدر نقول لكم اعزوا راسكم وعمركم تدلوها ولا تطيحوا بكاراتكم على جديد شي حد صحيح انه الفراق صحيب بالحق من بعد ربك نزل ساكينة وحتى حاجة ما بزز اللي يخلك خليه واللي يباعك ابني من مراحط وصدع ليه طلبوا معي الله يعودني راني عمرني نسمح ليهم هذي كانت قصي وهذي كانت قصي وهذي كانت قسمونا يا سادة كيرام انا في نظري كمستمع الحكاية ديرك انا عارفة بلان كتب غيرائي من بعد نقراه في التعليق الاراء دي المتابعين دولنا انا كرأيي شخصي ديدي وكمستمع الحكاية ديك انه ربي تيبغيك وما بغاش انه يمحنك لانه ما كنتيش غادي تزوجي بذكر فقط ولكن كنتي غادي تزوجي بعائلته كلها وفوق من هذي كنتي غادي تسكني مع حماية ليها متسلطة ربما انتي اليوم وانا ذكي يبليك غير الحب وما قدرتيش تشوفي فاش كنتي غادي تلوحي راسك لكن ربي قال لك هذه اللامونة راماشي هي بلاستك الصحيحة انتي ساستحقين من يستحقك خاصك رجل وليس بذكر خاصك حب ودلع وعائلة انه تدير بحسابك وماشي كل شي انه يدخل في كل شي ديالك انا كان نصحك انك تقلبي تدير شي فوق ماسون انك تقلبي على شي خدمة انك تشغل راسك باش انك تزيد القدام وما تبقيش وقفك تسني طيارة في المرصد هالبحر ولو عاد محتذرا لا تقبل اعتذاره وابني حياتك بذاتك والناس غادي يجيبوا لك ربي في الوقت المناسب والتاريخ المناسب هاد سيد ما كيستحقكش ندوزيل حاجة واحدة اخرى هذا كان رأيه هاد يسمعوه جبل خواطر المتابعين ليك شنو غادي يكون فيه فدمتم في رعاية الله وحفظه ما تبخلوش علامونا من تعالي قد يولكم وانضرب اليكم موحيد بعد غدا ان شاء الله اذا كتاب وسلام سلام موسيقى